موسيقى النشرة المغاربية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية أكد الجيش الجزائري مواصلته بكل عزم وحزم شق طريق تطوير قدراته الدفاعية حفاظا على المصالح العليا للأمة جاء ذلك في كلمة لرئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنغريحة أثناء زيارة عمل وتفتيش لمقر قيادة الناحية العسكرية الأولى في البوليدة غرب العاصمة الجزائر الفريق أول سعيد شنغريحة أشار في كلمته أمام إطارات مستخدم الناحية العسكرية إلى أن تطوير القدرات الدفاعية للجيش الجزائري يجري أيضا وفقا لمسعى التعزيز المتزايد للرابطة المقدسة بين الشعب وجيشه التي تكتسب بها الجزائر مزيدا من القوة والمناعة وتتحصن من كل المخاطر والتهديدات أود التأكيد لكم بهذه السانحة أن الجيش الوطني الشعبي سللجيش التحرير الوطني سيواصل بكل عزم وحزم شق طريق تطوير قدراته على كافة الأصعدة والحفاظ على جهزيته في أعلى درجاتها بما ينسجم مع توفير عوامل الدفاع عن مصالح العليا للأمة ووفقا لمسعى التعزيز المتزايد للرابطة المقدسة بين الشعب وجيشه التي بها تكتسب بلادنا المزيدة من القوة والمناعة تتحصن بهما من كل المخاطر والتهديدات رئيس أركان الجيش الجزائرية شاد بصور التضامن التي رسمها الشعب الجزائري في شهر رمضان الفضيل بتجانس مكوناته وتلاحمها لتكون جدار الصد المتين في بواجهة كل التهديدات على حتد عبيره هذه التهديدات التي نحن على يقين تام أننا سنكسب رهاناتها بفضل جهود كافة الوطنيين المخلصين وكذا بفضل عراقة تجانس المجتمع الجزائري وروح التآذر والتضامن لديه فهذا التلاحم وهذا التجانس يمثلان دون شك جدار الصد المتين في مواجهة كل من تساول له نفسه محاولة المساس بقدوسية أرض الجزائر ووحدتها الشعبية والترابية ومصالحها الحيوية يستمر تدفق المساعدات الجزائرية الطارئة الموجهة للفلسطينيين في قطاع غزة عبر مطار العريش المصري للأسبوع الثاني على التوالي ضمن الجسر الجوية الذي أطلقته الجزائر لإصال المساعدات الأساسية إلى القطاع الذي يواجه عدواناً صهيونياً منذ ستة أشهر مساعدات غذائية إضافية بوزن 22 طن شحنت من القاعدة العسكرية الجوية الجزائرية ببوفارك نحو مطار العريش المصري لتنقل بعدها إلى قطاع غزة دفعة جديدة تندرج ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته الجزائر استعجالاً بغية إمداد الفلسطينيين بالمواد الغذائية الأساسية في القطاع المحاصر من قبل العدوان الصهيوني منذ ستة أشهر الهيلة الأحمر الجزائري رفقة القوات الجوية الجزائرية يقدم المزيد من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية للأشقاء في غزة عبر مطار العريش هذه الشحنتين طائرتين محملتين بمساعدات إنسانية تحتوي على كمية معتبرة وتتمثل هذه المساعدة في مواد غذائية أساسية وكمية معتبرة من الطمور والأسبيدة عملية شحن المساعدات المتواصلة للأسبوع الثاني على التواري قصمت على دفعات كل منها تحمل أبرز الاحتياجات التي يصهر الهيلال الأحمر الجزائري على توفيرها بتنسيق مع نظيريه الفلسطيني والمصري لحد الآن نحن في تنسيق محكم مع الهيلال الأحمر الفلسطيني والهيلال الأحمر المصري لتحديد الاحتياجات وكذلك طريقة وصول المساعدات إلى غزة وأكيد أنه في المستقبل ستكون هناك مساعدات أخرى في الوضع الحالي يتفق الجميع بالغاية الأولوية القصوى الآن هي للمواد الغذائية نظراً لحالة المجاعة والغلق الكبير الذي عاشه قطع غزة خلال الأيام خلال الأشهر السابقة هذه العملية لن تكون الأخيرة بل ستواصل الجزائر إرسال المساعدات الغذائية في الأيام القادمة في خطوة تعبر عن التزام الجزائر اللامحدود قيادة وشعباً نحو الشعب الفلسطيني شهدت مدن مغربية وقفات ومسيرات احتجاجية للتنديد بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الصهيونية بمستشفى الشفاء في مدينة غزة وللمطالبة بإسقاط التطبيع بين نظام المخزن والكين الصهيوني الوقفات الليلية التي دعت إليها منظمات مدنية بينها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والمبادرات المغربية للدعم والنصرة وردد أثناءها المشاركون شعارات تندد باستهداف المستشفى واستمرار قتل المدنيين إلى جانب المطالبة بإغلاق ما يعرف بمكتب الاتصال الصهيوني في العاصمة الرباط بحثت الجزائر وليبيا العلاقات الثنائية بينهما جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح في مكتبه بمدينة القبة السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين مساء الاثنين بيان للمجلس ذكر أيضا أن اللقاء بحثت تطورات الأوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين يعقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو في السادس عشر أبريل المقبل وسيستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين يقدمهما الممثل الخاص للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أليكسندر إبانكو والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستفن ديمستورا ويأتي عقد المشاورات تماشيا مع القرار 27-03 الذي جدد مجلس الأمن بمجبه ولاية بعتة المينورسو لسنة أخرى إلى غاية الحادي والثلاثين أكتوبر القادم ودع القرار جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل الشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره حذرت جبهة البوليزاريو شركات إسبانية من انتهاك القانون الدولي في السحراء الغربية من خلال استخدامها خريطة مغلوطة جاء ذلك في رسالة لممثل جبهة البوليزاريو في إسبانيا عبدالله العربي بعث بها إلى رئيس شركة أومبير بمخالفة القانون الدولي والتي تنطوي على عدم احترام الوضع المتميز والمنفصل لصحراء الغربية عن المغرب في الخرائط المستخدمة في طلباتها ولفت المسؤول الصحراوي إلى المسؤولية التي تقع على الشركة المكلفة بمراقبة أجواء الصحراء الغربية في ضرورة احترام وتنفيذ الإجراءات المعمول بها وفقا لأحكام اللوائح الدولية وأكد عبدالله العربي أن عدم تصحيح الخرائط التي تستخدمها الشركة يعني تجاهل الحدود القائمة بين الصحراء الغربية والمغرب الحدود المعترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة والمنظمات والمحاكم الإقليمية والدولية أكد الرئيس التونسي قيسس عيد الاثنين أنه لن يحدث أي تفريط في المؤسسات والمنشآت الوطنية للبلاد وجاء تصريحات الرئيس التونسي أثناء زيارة إلى مطار تونس قرطاج الدولية الاثنين حيث شدد على أن لا شيء يحول دون التوازن المالي للمؤسسات التونسية بعد تطهيرها واسترجاع الأموال المنهوبة وفقا لبيان للرئاسة التونسية مؤكدا ضرورة أن تعود الخطوط الجوية التونسية إلى بريقها وضرورة تطهيرها على حد تعبيره ختم النشر المغاربية في أمان الله